نحب دعونا صلى على رسولي الكريم صلى الله عليه وسلم الله يجزى الله المشايخ ويجزى الله الفكرة للمنهج السلفي بما بين ووضح وزي ما قال الشيخ أنه الفهم الدين فهم واضح وصحيح يعني إلا الزول يلاوي النصوص ولاوي الآيات ويفهم بفهمه وكذا الدين ده حتى الصوفياء ذات وعارفينه الله لكن ده بكابر بس وعناد منه ما أكتر من كده والله العظيم جاءت لأنه زل أنت بجيب لك آية الله قال سبحانه الله سبحانه قال كتاب الله وسنة رسول الله عليه وسلم وإذا ده أنكر الإجماع وفهم السلف الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين الخلفاء الراشدين ده شنو ده ما أفهم لأنه عندهم فهم للنصوص دي زي ما ذكر الشيخ قبل شوية موضوعينه قال ليو يا أخي قم بيليو الآية الفهمة دي لكن أنا سؤالي للشيخ سؤال الآن السيح حاليا يعني سؤال بكل صراحة وكمنهج أنا وضيق عقلتي أنا أنا بشكو التصوفي شوية يجيد لأنصار السنة وفهمت الفكرة فكرة نصار السنة بعد الشيء يجيد لقد هالجماعة بيجاي مفرقين ده بيكره ده وده بيبغده وما بغض بتاعشنه بغض داخلي ولا بغض في التوحيد لكن بغض في نصوص في آيات معينة يقول لك فلان مسألة النجومية بتاعت الدعاء ومسألة النجومية بتاعت العلماء وكونوا فلان يجرح في فلان وجرح في علان والكلام الآن موجود ده ايحنا بصراحة والله مستقبل البلد دين بنهيها الدعوة والنهيها السلف ده ليه لكن يا جماعة احنا نكون على شنو على رؤى واضحة وعلى آيات واضحة طيب هس حاليا في جماعة بيتكلموا بيجاي الكلام اللي بيتكلموا ده كله بيتكلموا سياسة وهي جماعة نحن السياسة دي عندنا ايحنا السحاليا لو تقدمنا في السياسة شيء بتقولوا تطلعون ويقولوا الكفار بيهنا خواري لا احنا دارين برضو تبيين في لانه الان صوتي ده برضو امانة سؤال والناس اللي قادون اذي الاخوان المسلمين والجماعة دهل قادون اكيف قادوا جوي تملغوا باسم الدين وقالوا باسم الدين وحكموا انا ما بقول انه نحن تبيين حطه في السياسة الشرعية الواضحة لانه النبي صلى سلم لما قالوا له الرسول صلى سلم سأل سؤال لاحد الائمة قال له ان كنت داري ننصرك في ما يلجي زريطة العرب وفي الدين ده بننصرك لكن في كسرة وغيسرة الرسول صلى سلم قال له ان هذا الدين لا ينصره الا من احاطه ينبيع جوانبي الدين ان الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن انا داري السؤال اللي بقوله للشيخ انا كمسلم كشاب عندي فهم سلفي على فهم السلف الصالح انه حتى لو فيه ايه التبسط لي او فيه حديث ما فيه امتفيه اتكون سغافتي عالية جدا جدا في السياسة الشرعية والسياسة موجودة لانه الرسول صلى سلم قال كانت بني اسرائيل شنو تسوسهم الانبياء وبالنسبة للحكام يعني الحاكم اذا انا اتكلمت فيه مثلا او قلت مثلا ظلم او فعل كزا او فعل كزا انا من ناحية بتاع السغافة ما مياخد على دليل لكن بيقولوا الزول اذا قال معصية علانية لا يرد عليه الا علانية مثلا اذا الحاكم لقيته بشرب خمر او مثلا زنى او فعل اي شيء ده بعدش يبخصه بانهم بين نفسه لكن اذا كانت مصيبة وكارثة في حاجة في شكله لتحاكم ذاته في شكله في اصده في منهج يعني انه ده المنهج الصح المنهج الصح كده وداري مشي الناس على المنهج ده انا خلاص اقول ياه ده المنهج الصح الصحابة ما ورنا والتابعين ورنا وسيدنا عمر الخطاء وسيدنا بكر الصديق وكيف ساسه الامة دي فانا كمسلم كشاب سلفي او كاي شيء افهم شنو افهم حقي صح لانه شيخ محمد سيد حاج رحمه والله عنده محاضرة في الانتخابات والله انا ذاتي ما سمعتها لكن بيوريك انك صوتك امانة وانك انت لازم شنو تدي ولازم تحاول تتصقف نفسك من ناحية بتاع الدين لانه يا جماعة الدين دين كامل دين شامل صح فعلا حقيقة انه التوحيد هو الحل والناس كما رجعت لربنا سبحانه وتعالى ما في حل غير كده لكن ان الله شنو ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن جزاكم الله خير طيب جزاك الله خير كلامك فيه جزء كبير حق وفيه جزء تاني ما حق ان شاء الله نبينه اول حاجة قبل يعني قلت الفكر المنهج السلفي فالمنهج السلفي ده ما فكر يا اخوان لانه ده منهج قائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الامة فده ما فكر ده دين انزله الله تبارك وتعالى من السماء والفكر ده افكار بشر فلان 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 وهو الفكر ذات قابل للتخطئة اما منهج الله عز وجل الذي انزله من السماء فده ما قابل للتخطئة اصلا لانه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفي فالمنهج السلفي ما اسمه فكر اصلا فكر ده جابوا الاخوان المسلمين يقول لك ده مفكر اسلامي وكذا وكذا والكلمة ده ذاته كفر كما قال الشيخ من عثيمين عليه رحمة الله الكلمة ذاته كونه زول يقول يا اخي الاسلام يسمي الاسلام فكر ده ذاته في حد ذاته شنو كفر بالله تبارك وتعالى طيب اما بالنسبة لبرضو مسألة تانية مهمة زكرة الهو مسألة الحاكم وانه قال اذا صدرت منه معصية علانية فلا يرد عليه الا علانية انت جبت نص ونزلت في مكان ما مكانه لانه يا اخوانا الحاكم ده في الشريعة الاسلامية عنده تعامل خاص ما زي باقي الناس الحاكم في الشريعة الاسلامية التعامل معه ما زي التعامل مع باقي الناس يا اخوانا اما مسألة النصيحة نصيحة الحاكم فالحاكم انت ما بتنزل فيه النصد انه من ظهر بدعته بين الناس فلا يرد عليه الا بين الناس لا 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 ابدا ليه لانه انحنا عندنا نص من النبي عليه الصلاة والسلام إن الحاكم لا ينصع علانيا والنصوص ما بتضارب إنما نقول هذا نص عام أجبتو إنت ده نص عام والنص الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ده يخصص به ولاة الأمور النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت له نصيحة لذي سلطان يعني الحاكم قال فلا يبدها له علانيا وده حديث صحيح من رواية ابن عباس في كتاب السنة لابن أبي عاصم قال فلا يبدها له علانيا ولكن يخل به وفي رواية يأخذ بيده قال فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه فذا التعامل بيكون كده مع الحاكم إذا ظهرت منه معصية أو خطأ أو غيرها نحن ما بنقول لك تقر الخطأ لا ولا بنقول لك تقر المعصية والبدعة لا نحن بنقول لك نصيحة الحاكم ده من الدين لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة لما سئل لمن منهم قال ولولا تجنوا المسلمين مش كده وأنه أو لأئمة المسلمين وعامتهم فنصيحة الحكام ده من الواجب لكن كيف ينصح الحاكم بالطريقة زكرة النبي عليه الصلاة والسلام تخلبيه تخلبيه وتبين له الخطأ الذي صدر منه إذا قبل منك خلاص الحمد لله ما قبل منك أنت أديتها عليك لأنه ربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها طيب أما مسألة التجريح ما التجريح اللي هو قال ما شاء لأنصار السنة وتاني جابه جاء اللي قناس بيجرحوا في بعض وكده فالتجريح وعنده كذا وعنده كذا ده بيدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيدخل في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي أو بلساني أو بقلبي وذلك أضعف الإيمان فإذا كان أنت لقيت العلماء جرحوا ليهم زول وقال زول هذا مجروح في ديني لكذا كذا كذا من الأسباب الشرعية الثابتة الصحيحة فالواجب عليك تأخذ بتجريح هؤلاء العلماء عشان ما يختلط عليك الأمر طيب الفرصة مفتوحة للحوار والنغاش ثاني ما في حاجة الانتخابات اه ايوة الانتخابات يا أخوان الانتخابات ما من الطرق الشرعية لاختيار ولي أمر المسلمين أصلا الطرق الشرعية دي معروفة ذكر ابن تيمية في السياسة أو الماوردي الإمام الماوردي عليه رحمة الله في السياسة الشرعية فما فيه انتخابات الانتخابات دي ما من الطرق الشرعية لاختيار الحاكم أصلا ما من الطرق الشرعية لاختيار الحاكم الطرق الشرعية إما بيكون بإجماع أهل الحل والعق مش إجماع المسلمين كلهم أهل الحل والعق إن العلماء يجتمعوا ويختاروا حاكم معين ويجمعوا عليه ويبايعوه بعد ذلك الواجب على باقي الشعب كلهم الواجب عليهم يبايعوا على بيعة هؤلاء العلماء والطريقة الثانية طريقة الاستخلاف كما استخلف الصديق رضي الله تعالى عنه عمر رضي الله تعالى عنه إن الحاكم يستخلف واحد بعده يعني يقول الخليفة بعده فلان 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 فدي طريقة شرعية وإذا اختار الحاكم خليفة بعده الواجب على المسلمين كلهم يبايعوا هذا الخليفة الذي يأتي بعد الحاكم الطريقة الثالث وده ما بيقع إلا في حالات نادرة وهو طريقة الغلبة والقهر والقوة إن حاكم يقلع الشغل شنو إقلع قلع بالقوة وبالغلبة وبالقهر وبالحرب المهم أي أسلوب من الأساليب فالطريقة دي هي في أصلها في أصلها ما بيجوز وحرام لكن إذا تغلب الحاكم بهذه الطريقة وصارت له القوة والسلطة بعد ذلك ما بيجوز لأي أحد من المسلمين أن يبيت ليلة واحدة وليس في عنقه بيع لهذا الإمام الذي تغلب مع أنه الأصلي في التغلب شنو إنه حرام لكن طالما تغلب حقنا للدماء ودرعا للمفاسد بعد ذا الواجب على كل المسلمين إنهم شنو يبايعوا طوال هذه الطرق الشرعية المعلومة وما في الانتخابات دماء من الطرق الشرعية نعم فرصة مفتوعة ترجمة نانسي قنقر